نيابة عن سعادة السيد زايد براشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رعى سعادة السيد أسامة العريض وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة انطلاق أعمال الملتقى السنوي السادس لخدمة الزبائن الذي أطل هذا العام بشعار كن مبدعا انطلق بالعميل نحو رحلة الإبهار والذي نظمته مجموعة أوريجين بمشاركة عدد من المؤسسات الداعمة في كيفية التعامل مع العميل ثقافة ترسخ وفي آلية تقديم الخدمة له حرفية تدرس وفي الانطلاق به نحو رحلة الإبهار إبداع يشار إليه كنموذج يطبق ومع جميع ما سبق ذكره فإن خدمة العملاء علم تخوض ببحره متنوع المؤسسات التي تبحث عن تمييزها وزيادة دخلها وتوسيع نطاق الرغبة بالتعامل معها لازم المؤسسة تنظر ما هي الأمور التي يطلبها العميل ويوفرها ويكون توفيرها بطريقة سليسة ومارينة سريعة طبعا السرعة مهمة جدا أعتقد إذا توفرت الخدمة متكاملة في وقت قياسي أعتقد العميل لا يوجد أي سبب أن يكون غير راضي الملتقى السنوي لخدمة الزبائن يحل بحلته السادسة بالتزامن مع الاحتفال بإسبوع خدمة العملاء العالمي وهو من يجمع تحت مظلة أعمال نسخته هذا ثلة من أهم المدربين والمتحدثين المؤثرين عالميا في مجال تجربة العميل طبيعي العملية هي فيه سلسلة متواصلة يعني من تقديم الخدمة إلى العميل أو المراجع سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من تقديم الخدمة وتستمر الخدمة بمستوى معين بيرفع رقم واحد نسبة العملاء والمراجعين يعني في القطاع الخاص المراجعين بيزيدون بيواصلون الخدمة طلب الخدمة لأن المؤسسة تقدم خدمة متميزة وبالنسبة حتى حق القطاع الحكومي اسم المؤسسة الوزارة أو الجهة الحكومية بيرتفع والإنتاج لأنه حافز داخلي بترتفع الإنتاج داخل المؤسسة في الواقع أعتقد أن أسبوع خدمة العملاء يجب أن يكون كل يوم في السنة شعار كل مبدعاً لهذا العام يدور حول العودة إلى الأساسيات وتمكن من القيام بما يلزم لإرضاء العميل لا يتعلق الأمر بتحقيق إنجازات عظيمة بل يتعلق فيما يمكننا القيام به بشكل فردي لجعله أفضل من المتوسط في كل وقت وهو ما يسمى بالإبداع حتى لو كان بأفعال صغيرة مشاريع وبرامج يتم خلقها واستراتيجيات يتم تطبيقها تصب في صالح تحسين مستوى جودة الخدمة المقدمة للزبائن والمراجعين لتسهم في بناء قاعدة تنافسية مستدامة بين الشركات والمؤسسات في إثبات من له الحق في تقديم الأفضل لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر